قال مصدر عسكري أن 15 عنصرا لعصابات الأسد قتلوا بنيران غرفة عمليات الفتح المبين إثرى صد محاولة تسلل لهم على محور فليفل جنوب إدلب يوم أمس مدعومين بعناصر من حزب الله اللبناني أكدت مصادر عسكرية وقوع إصابات للنظام المجرم على محور أوريم الكبرى غرب حلب ترى استهداف براجمات صواريخ من قبل تحرير الشام وفي سياق آخر قصفت الميليشيات محيط قرية السرمانية بريف حمات الشمالي أفادت مصادر عسكرية وأخرى محلية إصابة عدد من عصابات الأسد في منطقة الرهجان شرق حمى جراء استهداف سيارة تقلهم بعبوة ناسفة وفي السياق قتل عنصرا لحزب الله جراء قصف سابق للكيان الصهيوني على مدينة حمص اقتحم الكيان الصهيوني المسجد القبلية في الأقصى بعد إطلاقه للقنابل الصوتية كما اعتقل أكثر من خمسمائة فلسطيني وأكدت مصادر طبية وقوع عدد من الإصابات داخل المسجد ومنع الاحتلال للأطقم الطبية من إسعاف المصابين ناقش وزير الخارجية التركي مع نظيره الأمريكي مسألة انضمام السويد إلى النيتو إضافة لصفقة طائرات F-16 وأوضحت خارجية تركيا بأن السويد بحاجة لاتخاذ مزيد من الخطوات لاستكمال انضمامها لحلف الأطلسي وثقى نشطاء في الهند قيام عدد من الهندوس إحراق مدرسة العزيزية الإسلامية في ولاية بيهار ما أدى لإطلاف محتوياتها وذكرت المصادر أن الحريقة أتلف أربعة آلاف وخمسمائة كتاب جمعوا على مدار أكثر من مئة عام